اهلا بكم معنا وفترتنا بخطوحة زينة وطعم البيوت برحب بحضراتكم وبرحب زمالتي العزيزة نيفين القاضي اهلا بك يا مونة منورانا وبرحب بكل سادة المشاهدين اللي دائما بيتابعونا في فترة زينة بطعم البيوت اللي بيبقى فيه برنامجين زي ما احنا عارفين بنبدأ مع برنامج زينة وبعد كده بلتقي معكم في طعم البيوت وبيبقى فيه مجموعة كبيرة جدا من الفقرات اللي بتهم جميع افراد الاسرة واول لقاء عندك ايه في زينة يا مونة اول لقاء عندي في زينة النهاردة الحياة بعد ستين حياة جديدة بعد ستين ازاي نتفائل بيها وازاي تكون فعلا بداية مرحلة جديدة في حياة من يبلغ سن ستين فيه ناس بتبص لها ان هي نهاية حياة لكن هي في الاصحة الحياة تبدأ بعد ستين بالضبط كده وفتعم البيوت او اللقاء عندي احنا عارفين طبعا ان المجلس القومي للطفولة والامومة معني ومهتم جدا بكل الخدمات والرعاية المقدمة للاطفال في مصر ودايما بيقوم يعقد اتفاقيات سواء اذا كان مع الجهات المعنية داخل مصر او على المستوى الدولي هنعرف اخر هذه الاتفاقيات والتعاونات وحنعرف كمان المبادرات الهمة جدا اللي اصبحت معنية بالطفل وبيهتم بيها المجلس القومي للطفولة والامومة عندي فقرة التانية ان شاء الله هتكون عن مشاركة المرأة في معرض القاهرة الدولي الكتاب اللي هيبدأ يوم 24 ودور المرأة في الدورة دي واللي هي الدورة 55 ودورها في الدورات السابقة ده اللي هنعرفه من خلال فقرتنا التانية وزينا وطبعا في اطفال كتير دلوقتي او طلبة كتير خدوا اجازة نصف العام وفي الفترة القريبة حيبقى فيه اكتر واكتر فطبعا عايزين نستغل الاجازة في ان احنا ننمي مواهب الاطفال هي طبعا لازم تكون فترة استراحة ولكن في نفس الوقت تكون تجديد نشاط اهتمام للمواهب اللي موجودة او حتى اكتشافها فتعالوا مع بعض نعرف ازاي هنستغل اجازة منتصف العام لكل الطلبة والطالبات بان هما يستفيد ديها سواء اذا كان بالثقافة على ذكر معرض القاهرة الدولي للكتاب لازم نستفيد بيه ولازم نعود اطفالنا على قراءة او اي مواهب تانية ممكن تكون عند الاطفالنا تعمل معها ازاي تعالوا مع بعض بعد الفاصل نبدأ مع برنامج زينة وزميلتي بولا عزوان شهر دين ألم بحضراتكم نستعرض اخبارنا النهاردة في حلقتنا من زينة الخبر الاول الخميس المقبل اجازة رسمية بمناسبة ايد الشرطة اصدر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بان يكون الخميس 25 يناير 2024 اجازة مدفوعة الاجر للعملين في الوزرات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص بمناسبة ايد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية كل سنة وكل فرد على ارض بلدنا بخير وشرطتنا بخير باذن الله الخبر التاني القومي للمرأة والوكالة الكورية للتعاون الدولي بحسان التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات وجهود القومي للمرأة في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومكافحة كل اشكال العنف والتمييز ضد المرأة انتهت اخبارنا لكن فقراتنا ما زالت مستمرة مع حضراتكم وبعد الفاصل هنلتقي مع دور المرأة والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب أهلا بكم معنا في قولة فقراتنا النهاردة وان شاء الله يوم الاربع اربع وشرين يناير ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسة وخمسين واحنا النهاردة بنحاول نؤكد على اهمية دور المرأة في معرض القاهرة الكتاب ومشاركتها بفعالية ويسادي ان يكون معاي الكاتبة الرؤية مونة عبداللطيف اهلا بحديك من وراء اهلا بحضرتك لو كلمنا على المعرض القاهرة الدولي للكتاب تصنيفه من اهم الاحداث او الفعليات الثقافية في مصر دي حقيقة هي مصر عموما طول عمرها هي منارة الثقافة يعني بداية من حضرتنا والفنون يعني حتى من اول حضارة الفرعونية قصة الفلاحة الفصيح طبعا ومعرض القاهرة الدولي للكتاب هو بمثابة بوابة بتجمع بين ثقافات مختلفة يعني زي مثلا السنة دي احنا ان شاء الله هنستضيف النرويج وهيكون موضوع او الكاتب بتاع المعرض اللي هو استاذ سليم حسن اللي عامل موسوعة مصر القديمة او عشان كده هو عنوان ان هذه الدورة نصنع المعرفة ونصون الكلمة ده حقيقة لان هو كمان ليه اسهمات رائعة جدا في الجغرافية التاريخية وفي مراحل مهمة جدا في حياة مصر ويمكن كمان بيكون ملتقى ثقافي سواء بقى دور النشر العربية او الاجنبية او احنا ككتاب كمان ايه عاليات كثيرة جدا اه في الندوات في المحاورات اللي بتكون ما بيننا وتبادل الافكار وكمان التفاعل المباشر بين الكاتب والخارقة وده مهم جدا جدا عدد الكتب اللي حديك مشاركة بيها السبع كتب ما شاء الله ما شاء الله حضرتك ركزتي في احدى كتبك على الانتهاكات الجنسية اللي بتحدث للاطفال داخل الاسرة يعني ايه اللي لفت نظرك هل حضرتك عملتيها من خلال دراسة او بحس عملتيه وصنفتي هذه الانتهاكات اللي بتتم داخل الاسرة اه انا تناولت الانتهاكات اللي داخل الاسرة مش لسبب دراسة انما احنا دايما اللي بيكتشف هو اللي بيكون في الخارج تمام اه وكان حصل لحادث يعني مش هتكلم عنه كان اخذ ضجة وقتها اه كان الرجل انتهك طفلة صغيرة جدا من اطفال اللي هم بتوع الشوارع في مدخل عمارة الراجل ده اه اللي لفت نظري ان هو كان البروفايل بتاعه على الفيسبوك كان لابس لبس الاحرام وكان ابو الولد وبنت لا حاول اول اقوه ده الا بالله اه وكان طبعا البروفايل كله يعني عامل زي سطار ديني لأفعاله اه فانا فكرت مش بس تألمت للطفلة اللي طبعا مستقبلها ضع انما تألمت كمان لابناؤه لان الشخص اللي مش قادر يسيطر على نفسه او على هذا المرض لان ده مرض البيدوفيليا مرض خارج بيته طب يترى بقى بيعمل ايف بيته طب يترى النهاردة لو مثلا احنا شفنا رجل لان احنا برضو اللي برا دايما ما بيعرفش اسرار البيوت انا لو شايف رجل بيكلم بالدين وشكله صالح وبيتعامل بشكل محترم وابنه او بنته قالوا لي حاجة زي دي مش انا بقى كمونة عبداللطيف بس اي حد عادي مش هيصدق فاذا ممكن جدا يكونوا الاطفال واطفال زيهم كتير بيتعرضوا لانتهاكات جنسية ونفسية داخل اثارهم وما لهمش مالجا وبيضطروا ان هم يتعايشوا ويتحملوا الالم حضرتك استعرضتي هذه الانتهاكات من خلال رواية من خلال لا ده انا استعرضتها في رواية سموم من غير اسماء بقى كتب انا اسف جدا في اول اعمالي وفيه عمل برضو رواي تاني تناولت فيه جزئية الاتجار بالبشر اللي هو خاصة في فترة الطفولة وفيه عمل من الاعمال اللي نزل المعرض هو مجموعة قصصية حطيت فيه كذا قصة على انتهاكات سواء بقى جنسية سواء الاختصاب الزوجي سواء الحاجات دي ولان المجموعة القصصية دي بتتناول رحلة المشاعر ومن خلالها بتستدلي على القصة هايل هايل يعني ده نوع من طريقة فيه تشويق في الكتابة وبالاضافة كمان ان انا شوية قارئة نهي مفعيل من نفس ويمكن من فترة يعني مش بعيدة قوي كنت في ندوة وكان فيها دكتورة فيبيان فؤاد وحضرتها دكتورة نور يوسف وهم يعني ناس لهم ثقة كبير جدا في مجال علم النفس سواء علم النفس بقى بشكل يعني علاجي وسريري وسواء كمان علم نفس الجسد وذاكرة الجسد من خلال دكتورة نور يوسف وكانت اللي قائمة على الندوة استاذة فاطمة إبراهيم دي كتبة وفنانة تشكيلية ومتبنية حقيق الموضوع ده ولما اتكلمت معهم كمان في تناولي للشخصيات يعني لقيت تفاعل ولقيت يعني اتفاق في طريقة التناول لان انا كمان اخدت في اول رواية عيلة وكل واحد اتعرض لنوع مختلف من الانتهاكات مش انتهاكات جنسية فقط واتدركت بشخصياتهم والتحولات بقى وطريقة تعاملهم مع القلم لان كل شخص فينا اتعامل بطريقة مختلفة مع الصدمة ومع القرم اكيد اكيد حديك بس ما اكتفتيش بس موضوع الانتهاكات الجنسية او الانتهاكات بشكل عام في حياتنا اللي ممكن تحدث لابنائنا او تحدث من بعض داخل بعض الاسر لنتيجة امراض نفسية لان ده مش السوي وده مش الطبيعي ان احنا نعرض اولادنا بنفسنا لمشاكل من هذا النوع الرعب بقى والفانتازيا يعني نقلنا نوع من انواع الرعب لان الانتهاكات دي رعب الرعب تاني بقى الرعب والفانتازيا الرعب والفانتازيا هو انا عموما ضد حتة ان انا اتخصص في لون ادبي معين يعني انا بترجم وفي مجال الصحافة وبكتب روايات وقصص وروايات من مختلف الانواع وشعري كمان بالنسبة للفانتازيا والرعب انا شوية بحب اقرأ في الرعب وكمان ليه كده بس ليه بس طيب قليلي فاراجع على افلام رعب كمان اه جدا والله اه دي حقيقة وتطفل نور بقى وحاجات كده لا انا ما بخافش من وانا طفلة ما عنديش هاتف الخوف دي حايل حايل والله شكرا يا استاذ عشرف والله على الاستضافة طيب تفضل يا فان فانا كنت دايما بشوف ان طريقة تناولنا للفانتازيا وللرعب غالبا ما بتكونش شبهنا يعني غالبا بتكون اما ان احنا بنحاول نقلد الغرب او ان احنا بنحاول بنحصر نفسنا في جزئية واحدة اللي هي حد عليه عفريت او بش عارف بيعمل له ايه واحد ايه ان الغرب في الفانتازيا بتاعتهم هم اغدين مننا احنا ايه ولكن احنا ما بنقراش تاريخنا فقررت ان انا اعمل حاجة اولا انا شوية بميلي الفلسفة اوي يعني حد حديك فلسفة الرعب فانا فلسفة الرعب وفلسفة الفانتازي حلو اوي وشوية بحب قدي ان مثلا لما اجي اكتب عن حاجة ما تديش معنى واحد او لا انت تستقبليها ققارئة ممكن يعني تجيها مرتين وانا ترجميها بما يناسب هواكي او يختلف معاه بس تتفعلي معاها هلو اوي تمام هلو اوي لذلك انا حتى من فترة يعني من كام يوم ناقد ادبي قرأ احد رواياتك من ثلاثية انا عاملها هي رعب وفانتازيا وديستوبيا يان هارافيا او الحمد لله جميل فهو ترجم حدث جوار رواية او حوار جوار رواية على احداث القضايا الفلسطينية برغم ان انا كتبها من قبل الاحداث الاخيرة اللي حصلة ولكن هو يعني يمكن ليه تفعله وفعلا لما تقرأي الحوار دلوقتي ممكن اتقولي هو فعلا يناسب ده ولكن انا بتكلم برضو بغرض تاني ايو حاجة تاني الوا وهكذا يا الوا تمام حديك برضو في كتباتك زي ما حديك اشارتي قبل كده ان عملتي عن الاقتصاب وانواعه دي حقيقة وورد في كلام حضرتك ان الاقتصاب الزوجي اللي هو اصلا مفهومه مش عندنا في مصر واضح المعالم يعني هو ما بيقدرهوش او يفهموا ان ده فعلا بينطبق تحت الاقتصاب بانواعه هو للأسف في مفاهيم كتير مغلوطة هي لا تتفق مع اي دين يعني خلينا متفقين على كده ولكن هو موروس يعني مش هقول موروس ثقافي هو موروس انا بعتذر جدا الجهل شوية في حتة العلاقات نقولها عدم وعي او عدم وعي بس حتة الاقتصاب لي لانا بشوف مثلا فيه ناس بتهاجم اللي بيواجهه الاقتصاب الزوجي فيه ناس بتهاجم الطفل المعتاد عليه فيه ناس بتلاقي التعليقات دي بيهجموا الضحية بيهجموا الضحية فانا ازاي اكون انسان وعندي انسانية ومشاعر واتعاطف مع الضحية يعني مفيش اي مفهوم حقيقي او انساني بعيدا عن الدين بعيدا عن اي حاجة يتفق مع هذا بالنسبة للاغتصاب انا تناولت مختلف انواع الاغتصابات سواء بقى الاغتصاب الجسدي اللي متعرف عليه سواء الاغتصاب الزوجي سواء اغتصاب الميراث او اغتصاب الحقوق يعني حضرك عملتي الاغتصاب مش بس اللي هو الجسدي ولكن فيه اغتصاب الحقوق وده شيء برضو مهم جدا اه طبعا طبعا لان كتير جدا بيبقوا هنقول مثلا يعني هنتكلم مثلا عن الميراث كتير جدا بيبقوا مش ما عندهمش القدرة او القوة ان هما يجبه مثلا حد من اقاربهم او فبيت منه هو مثلا بيغتص وخصوة طبعية سيدة او فتاة بيعني في بعض الاماكن في الصعيد ما زالت تقول ان الستات ما تورس وللأسف يعني انا يمكن فيه حكاية يعني صديق قصها علي من قريب بيقول لي ست اخوها مرضاشي ورسها واخوها ده اتوفى قبلها نزلت يوم الدفن بتاعه اصرت انها تنزل داخل القبر عشان تقوله انا مش مسمحك انت كالت حقي لا حول شوفي ماذا القهر لا حول ولا قوت خريج التجارة ايه اللي وصلها للعمال دي هقول حضرتك انا عموما شوية بحب اذاكر فانا خريج التجارة ولكن عاملة دبلوما في التحكيم التجاري الدولي وفضل منازعات الدولية والدبلوماسية ماشاء الله وعملة اخذ شهادات حقوق الانسان ده حضرتك حكاية احنا محتاجين ان احنا نبقى لنا لقاءات متكررة ان شاء الله انا بتمنى لك التوفيق وبتمنى للمعرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الخمسة خمسين التوفيق ويبقى فيه تفعيل لدور المرأة الكبير داخل هذا المعرض انا بشكر الكاتبة الروائية مونة عبداللطيف نورتيني شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك اعزائي مجاهدين نواصل فقراتنا وزينا بعد الفاصل